خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود برقية عزاء ومؤساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثر التفجيرين الإرهابيين الذين وقع شمال سيناء وعبر الملك عن إدانته واستنكار لهذا العمل الإجرامي مؤكدا وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيلة من أمنها واستقرارها مقدما باسمه واسم الشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وصادق المؤساة للرئيس المصري ولأسر الضحايا ولشعب مصر والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة للرئيس المصري عبر فيها عن أحر التعازي والمؤساة سائلا لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته واغفرته وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل